ليلة أهلا وسهلا أهلا وسهلا سلام عليكم عليكم السلامة فضال إزاي حضرتك وإزاي الشيخ أحمد الحمد لله بخير والله أنا بحب حضرتك جدا ومتبعيك الله يحفظك يا رب أنا لي رجاء عندك تسمعني للآخر فضالي الأول أنا فيه سؤالين أنا بعملهم ومش عكوا مصحة ولا لأ أنا لما بطلع صدقة يعني على قد ما قدرتي معايا معايا مش معايا ممكن ولا نزلة أخذ إزازة مية جال حد أعتبرها صدقة بس دائما ببقى مستقللها لا ولا تسائل ده بالعكس ده كبيرة جدا عند رب العالمين وتاني حاجة بصلي يعني ضغري يتعيدني رجلي تعباني يعني أنا سمني مش يعني مش صغير مش كبير أو خمسة وخمتين سنة فبصلي الرقعة الأولى وبكمل الصلاة وأنا قاعدة ما بتقدرش تقومي للرقعة التانية صح؟ لا ممكن أقدر بس بيبقى فيه وجع قلم في ضغري شوية في رجلي شوية فبصراحة ممكن أعتبره كسل هو أكمل بقيت الصلاة وأنا قاعدة حاضر حاضر تالي السؤال بقى وده المهم عشان أنا ده أسمعه لزوجي أنا متجودة بقى لي خمسة وثلاثين سنة هو قبل ما تقول السؤال التالي احنا بس السؤال التاني ده إن حضرتك بتصلي وانت وقفة ببعدي تسجودي وبعدي تجي تقومي فبيبقى فيه ألم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صلي يعني قائما إن شئت فإن لم تستطع فجالسا ده كلام سيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصدقة حتى لو بسيطا طلح والصدقة ده عظيمة عند رب العالمين عظيمة النبي عليه الصلاة والسلام بقول تقو النار ولو بي يا رسول الله مليون جنيه مليون دولار مليار قال لا ولو بشق تمره نص تمره طيب وليبقى سؤالك التالت 35 سنة متجوزة من 35 سنة زوج اللي أنا تجوزته ده كان أرمان معاي ولد وبنت خدتهم صغيرين وربتهم ويشهد علي ربنا إن أنا ربتهم تربية كوية لحبتهم وبعدها جبت ولد وبنت تاني ولاده كبره الولد خلص جمعة وسافر برة في دولة أجنبية واشتغل وتجوز وخلف ومستقر هناك والبنت اتجوزت وخلفت وجودها كان مياسور الحال وتاجر وكل حاجة وجيه توفاها الله من سنتين بس ما شاء الله يعني سيبه مستورة هي وأولادها وسيب لهم شغل وادكاره زوجي بقى بخيل من يوم ما تجوزته جدا 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 لو عملي شفت منه حاجة كوية ولا عيشة كوية ولا هدية ولا كسوة ولا صرف علي في مرض حاجة قلت أنا بشتغل بفصل حاجة ببيع من البيت حاجات وبجيب يعني لو تعبت احتاجت علاج أنا اللي بجيب لي نفسي عمره ما جاب لي حاجة هو أنا بس عاوزك قبل ما تخلصك بلاش التعميم بتقولك بخيل على كله وعلى نفسه بلاش التعميم يعني هو عنده صفة البخل أيوة بس وهي من 35 سنة هو كده ما بتقولك هو بخيل على نفسه يعني حتى ما بيصرفش على نفسه هو صح أيوة ومع إنه مؤتدل يعني هو معه فلوس بس ما بيجيبش لا لي ولا للبيت ولا ليكي ولا لولاده ولا الحد يعني عايزنا كان عايزنا إمكانياته أيوة ولد وبنت أه انت قصي عنده ولا حتى على ولاده صح أه كان بيعايزنا نعيش في أقل الإمكانيات مع إنه هو كان مؤتدر يعيشنا أحسن من كده وكان مضيئها علينا وأنا خناءات كتير وبعد كده قلت خلاص هو طبعه مش هقدر يغيره وما بقيتش هتخالي حدش بيتغير ولكن انت متأكدة أن نمعه فلوس هه أه أنا جايل حضرت في الكلام من حوالي من حوالي سنتين كل فلوسه وكل حاله راح ادهم لبنته اللي زودها توافها كله كله راح ادهم لها ليه؟ قالت بتربي أيتان قلت له ما هي مكتدرة وعدل ما بين ولادك وفي هنا عندي بنتي وابني لسه يعني ما تدوزوش قال لابنك راجل يقدر يشتغل وعاد سمد على نفسه وبنتك بكرة تدوز تبقى مع راجل هو اللي يكابسل بيها قلت له طب قسم اللي بتدهولها حتى باقي المعاش اللي بياخده بيدين ربعه أقل من ربعه وباقي المعاش بيدهولها كل صار وهو اللي قال كده واعترف بنفسه هي بنته دي أرمالة بتقولي؟ أه وجوزها كانت بلاه فلوس ولا معهاش؟ سايبلها عنده محله تجارته وعمارة وعمارة كاملة هي قاعدة بتشقه وباقي العمارة بتتأفجر اه تمام ويعني وحالها ميسور وأخوها اللي المتاثر برا دوتش في ألمانيا بيبعث لها برضه؟ اه أنا جيت رحت ببعثت لها وقلت لها يا بنتي أنا دلوقتي أبوكي والعيشة ومش بيدي إخواتك ومش ومستيبلهم حاجة قالتلي ده هدية هو بيبهالي حاجة بيني وبينه ما تتدخليش انت تمام وأنا قلت له قال لي لأ أنا هتصل أنا اتصلت الضار الافتة قالوا لي من حكم في ماله فما ظلم قلت له ما انت كده مستيب أي حاجة بعد عمر طويل انت ده مش ميراث فهو طول ما هو عايش بيدي ما هو هو إده كل حاجة مستيب حتى مجنيه تبقى ميراث آه يعني كتب كل أملاكه كله كله وفلوسه اللي كانت في البنك وكل حاجة لبنته دي آه قلت له كده ربنا يا حزبك يقولي لأ بيحسبني لي ده أنا بتكفل بأيتام لا دي مش كفالة أيتام ربنا يا حزبه إن شاء الله لا جيت كلمت دار الافتة وقلت لهم قالولي هو حر إن شاء الله يكون بيقبض مئة ألف جنيه ويقولك بأخذ مئة جنيه هو حر وفلوسه هو حر فيه عايزيها لللي هو عايزه يصرفها يعمل لكها اللي هو عايزه بس يا ليله هو فيه حكتين أيوة بس ألال لي كفيكي يعني كفيكي في النفق وعليك لا ما عايزني على الأدر أقل من الأقل من الأليم بس يا ليله هو فيه فرق بين حكتين بين إن هو يبقى معه فلوس ويدي الحد من وراده أو يتصرف فيهم زي ما هو عايز فدي فلوسه ويكفيها لكن وفيه فرق بين الميراس بقى ده حاجة تانية إن هو يقسم الميراس وهو عايز ما خلاش أي حاجة هو كان فيه حاجة باسمه يعني نعم عنده حاجة كانت باسمه غير الفلوس دي كان عنده وعنده فلوسه كله كله قدهم لها قلت له طب والولد والبنت دول بعد كده ما يبقى لهمش حاجة يقول لي هي وولدها أولى بدل ما تشتغل وتتباه ده طب ما هي عندها شغلها وتجارتها يقول لي دي حاجة بيني وبين ربنا أنا بكفل أيتام وده حاجة عندك ملكيش دعوة بها أنا حر في مالي أنا حر في مالي هي ولدها عندهم كم سنة؟ ولادها عندها ولد عامده سبع سنين والبنت عندها أربع سنين وانت ولادك اللي هم ولاده ولادك دولهم هم ولاده بنت مخطوبة وعلى وش جوان والولد بيشتغل والعيسة تعب عليه يعني متكسل بنفسه فأقول له تتله حاجة تسنده أو هاتله شقة طيب هو لو كتب ده من المعاش بقى ليه بيديهم من المعاش كمان؟ عسان بيقول لي عسان لما أموت يعني ما يبقى ليه حاجة يعني يبقى ليه حاجة كله كده يدغله على طول والكلام ده أنا هسمعه له لأنه هو اللي قيله بعض مثل الثاني طيب يعني الإنسان يتصرف في ماله كاملا هذا لا يجوز لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله كاملا ويبقى عنده نية كده حرمان بعض الناس من الإث هذا لا يجوز أصلا لكن قضية الهبة لها أحكامها الخاصة إحنا بنخلط يا أخوانا بأن الإنسان يقول لك ده من باب الهبة من اللي قال ممكن يكون ده هبة وممكن أن ده أصلا بيكون من باب حرمان من الميراث فإحنا لابد أن نفرق بين الحالتين والهبة لها أحكامها الخاصة التي تحتاج إلى شرح طويل في هذه المسألة الحاجة الثانية اللي هو قضية الظلم والتقصير في حق أولاده وفي حق زوجه هذا لا يرضي الله رب العالمين يعني إنهاي انت راجل قيم على هذا البيت والله عز وجل جعل لك من ضمن القوامة دي ليه الأسباب؟ لأنك تنفق في سبيل تنفق على اللي هو بما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أمواله وإحنا عندنا مفهوم كمان مفهوم الكفالة اليتيم مفهوم خطأ يعني ربما يكون اليتيم أحيانا يكون أغنى مني ومنك أحيانا ليه؟ أبوه ما شاء الله ترك له ثر وعظيمة ما شاء الله فيقول لك بس هو يتيم أي يا سيدي يتيم بس غني يتيم بس غني أنا ممكن أعواضه حنان الأب حنان الأم لكن ما تقوليش طول ما هو أصلا أبوه ميت يا سيدي وبتاع فياجب عليه الزكاة لا يجب عليه الزكاة إزاي؟ يجب عليه الزكاة وهو غني؟ لا هو غني يا سيدي طيب وبالتالي احنا عندنا أصلا ما بنعرفش نفرق بين الحلات دي وبعض الناس فاكرة إنه ده يتيمي بقى كل حاجة يجوز بقى اللي هو ليه طب يا جماعة غني وهي أنا غني بس يتيم يتيم يا أخوانا أروح أمسح على رأسه عوضوا للحنان لكن أنا عندي فقراء عندي أولادي أنا محتاج لنا ما ضيعهمش كمان قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثمى كفاية يعوى بقول كده لو ما فيش زنوبة لديه كفاية كفاية كفى بالمرء إثمى أن يضيع من إيه؟ من يعول طيب أنا عندي بنت على وش جواز مين اللي هيجهزها يا مولانا؟ طب بالوقت ده محتاج للزواج يروح يعمل إيه؟ يشتغل والله لأ فهماش؟ وبعد أما يشتغلها جاهز نفسه من إيه؟ ها؟ لو ما لقى شابو يساعده مش هعرف يتجوز ها؟ ها يمدي إيده؟ طب يسرق طب ليه تطلع ولادك كرهينك في هذه الحياة؟ ليه تطلع مراتك تبقى أعمالها بتشكو مر الشكوى بالحال ده؟ ليه أصلا أنت بخيل على نفسك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم عن أفضل الصدقة يقول دي نار أنفقته على نفسك لا دي بخيل على نفسه ثم قال النبي دي نار أنفقته على إيه؟ على أهلك على أهلك طيب فيتق الله رب العالمين ويحاول بقدر الإمكاني اللي هو ينزع بقى عارف اللي هو يشوف الفتيل الحقد والبغض والحسد اللي هيبقى موجوده هو مش واخب باله هو مش واخب باله فينزع كل ده ويبدأ إيه؟ عشان القلوب تبدأ يعني يبقى فيها الصفاء يا أستاذ دعاء ويبقى فيها المحبة لهذا لهذا الرجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر